اشتركوا في القناة 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 بتاع الخلية حاجة اسمها ايه النواة عندي نفس الكلام بالنسبة الخلية النباتية اللي هي موجودة في النبات برضك عندها ايه حاجة اسمها ايه اللي هي النواة والنواة طبعا ديتنا بتعتبر مركز التحكم في عضيات مين اللي هي الخلية يعني هي لا تتحكم في كل الحاجات اللي هي موجودة بها الخلية بتعتبر هي العقل المدبر بتاعها لان دي بتحتوي على حاجة اسمها اللي هو الحمد النووي اللي هو الدين النيه هنأخده ان شاء الله ما نكبر كده اللي هي المادة الوراثية يعني بيكون موجودة داخل مين داخل اللي هو النواة. يبا دلوقتي عندي مكونات اللي هي الخلية سواء خلية نباتية او خلية حيوانية اول حاجة عندنا حاجة اسمها ايه النواة وانا دي موجودة فين في مركز مين في مركز الخلية ودي مهمتها التحكم في عضيات مين اللي هي الخلية الحاجة التانية عندي اللي هو من بره كده ده بسميه غشاء الخلية يبقى عندي ده من بره كده اللي بيحد من الخلية من بره اسمه ايه غشاء مين غشاء اللي هو الخلية عندي هنا بالنسبة الخلية اللي بقتيج له اللي هو بوز اللي ده بسميه غشاء مين غشاء اللي هو الخلية غشاء الخلية ده بسميه غشاء بلازمي بسميه غشاء مين غشاء بلازمي طيب ده مهمته ايه طبعا مهمته هنا الرئاسية ان بيحمل خلية تمام؟ يبقى أنه مهمة حماية مين؟ حماية اللي هي الخلية المهمة الثانية بنظم دخول المواد من وإلى الخلية يعني فيه مواد تخش جواه الخلية فيه مواد اللي هتطلع برّة الخلية اللي هيتحكم في الكلام ده مين؟ اللي هو الغشاء البلازمي دي بالحاجة الثانية نكلمنا عليها اسمه ايه؟ غشاء الخلية الغشاء الخلية اللي كان مهمة Inteظين أول حاجة حماية الخلية الحاجة التانية التحكم واللي هي تنظيم واللي هي مرور المواد من وإلى الخلية كل الجزء اللي هو قدام ده بسميه سيتو بلازم بسميه السيتو بلازم اسمه إيه السيتو بلازم السيتو بلازم هنا إذا ما نحن شافين بيملى من بيملى الخلية تقريبا وده بيكون عبر عن سائل موجود داخل اللي هو الخلية كل اللون اللابن قدام ده بسميه مين بسمين هو سيتوبلازن ده عبر عن سائل بيكون موجود داخل الخلية بتبدأ كل العضيات التانية تبدأ تسبح فيه عندي طبعا زى ما احنا عنا عندي دي اسمه خلاية نباتية دي اسمه خلاية ايه حيوانية نخلي بالنا ان فيه فرق هنا من برى كده في الخلاية النباتية مش موجود في الخلاية الحيوانية حاجة اسماه اللي هو القدار الحلوي يبقى اول حاجة متبرى كده حاجة اسماه ايه موجود meal���ار الخلية او بسميه القدار الخلوي ده موجود فين في الخلية النباتية وفي نفس الوقت مش موجود فين في الخلية الحيوانية وده بيتكوى من مادة اسمها مادة اللي هي السليلوز طيب احنا تفانى دلوقت ان الخلية بتعتبر ايه كنظام مصاغر تمام التفانى الخلية فيها مجموعة من اللي هي العضيات تمام كل ده بيشتغل ايه بيه مع بعضه ايه فيه تناسق مع بعضه طبعا ده بيؤدن مين ايه للمحافظة على حياة اللي هو الكائن اللي هو الحي عندنا خلي بالنا ان كل مجموعة من الخلية بتبدأ مع بعضها كده في الكائنات طبعا ايه عديدة الخلية كل مجموعة من الخلية هتقوم بوظيفة معينة يعني مثلا عندنا اللي قدام الرسمة اللي قدام ده ده عبارة عن العضلات بتاعت الجسم ده عبارة مين عبارة عن اللي هي العضلات اللي هو النسيج العضلي والنسيج العضل ده بيكون له القدرة على الانقباض والانبساط طبعا عن طريقه هيبدأ الجسم ايه يتحرك عند اللي قدام ديد government عبارة عن اللي هي خلايا الدم وقوريات الدم اللي هي الحمراء وطبعا ده موجودة فين في الانسان والاحيوان عند ده اللي هو عبارة عن اللي هو خلي اللي هي خلايا اللي هي العضام اللي موجودة فين فيه اللي هي الحيوانات طيب تعالقنا نشوف كده بالنسبة لي اللي هي خلايا بتبدأ تقدرتهم بعملية اللي هي البناء الضوي في النباتات. طبعا دي اللي انا بسميه دي الورقة طبعا. الجزء من الورقة كده الحتة الصغيرة ديت لو انا خدته وكبرته هيظهر لي بالشكل ده. عندي هنا اول حاجة ما تبرد كده حاجة اسمها كيوتين. بعد كده كل اللي قدام ده اللي هو اللي زمن ده الجزء ده كده. ده بسميه اللي هو النسيج اللي هو المتوسط اللي هو جواه حاجة اسمها بلاستيدات خضراء اسمها ايه? بلاستيدات خضراء دي تقدرتهم بعملية البناء الضوي. النسيج ده يقدر يوم بعملية البناء الضوي وكمان النسيج اللي هو تحت منه ده بسميه اللي هو النسيج اللي هو الاسفنجي. يبقى عندي هنا لقدام ده ده منظر مقابل لمين له البلاستيدة? يبقى عن طريق البلاستيدات الخضراء يستطيع النبات القيام بعملية البناء مين? البناء الضوي. طبعا التركيب بتاعها علينا إن شاء الله لما نجبر ان شاء الله. يبقى معنا كده ان كل مجموعة من الخلايا هتبدأ تتخصص في ادائي وظيفة ايه معينة التفاعل دلوقتي ان الجسم اللي هو الكائن عديد الخلايا زي جسم اللي هو الانسان تمان? ده عبارة مجموعة منين من اللي هو الاجهزة والجهز ده بيتكون مجموعة منين من اللي هو الاعضاء اللي هي مرتبطة مع بعضها والاعضاء ده ازا ما احنا تفاعل نقول ان تتكون من مجموعة منين من اللي هي الانسجة والانسجة طبعا ديت انها بتؤدي وظيفة معينة والنسج بيتكون مجموعة منين من اللي هي الخلايا في عمدنا بالنسبة لي اللي هي الخلايا طبعا اللي قدامي ديت عبارة عن خلايا حيوانية طبعا ده منظر مقبر اول حاجة المطبرة كده اللي هو حاجة اسمها اللي هو غشاء اللي هو الخلايا اللي احنا سمناه اللي هو الغشاء البلازمي وطبعا ده مهمته هنا ده بيعتبر اللي هو البطانة اللي هو الخارجية المين للخلايا وان مهمته حاجتين لو احنا فاكرين أول مهمة حماية الخلية وعند الحاجة الثانية يتحكم فيه المواد التي تدخل داخل الخلية أو تخرج من الخلية عن طريق حاجة اسمها النفذية الاختيارية النفذية الاختيارية يبقى عندنا فيه عناصر مواد أو ما يتخش جوه الخلية وتطلع منه ميلا يتحكم فيها لوالغشاء البلازمي يبقى هنا المهمتين أول حاجة حماية الخلية الحاجة الثانية التحكم في مرور المواد من وإلى الخلية عندنا موجود فيه مركز اللي هو الخلية الجزء كبير ده اللي هو بسمين نواة وطبعا دي هي مسؤولة عن أنشطة مين ده الخلية وكمان بيكون عن طريقها حاجة اسمها اللي هي البروتينات بيكون مين البروتين وكمان بتساعد فيه اللي هي انقسام الخلية علشان الخلية لما يبدأ يحصل عملية نموه مفروض بتنقسم يعني الخلية تبقى خليتين يبقى أربعة يبقى تمانية أو لما يحصل عندي جرح في إيضاية ولا حاجة الجرح ده هي يلتائم عشان يلتائم لازم يحصل اللي هو انقسام لإيه للخلية اللي هي ساعد في عملية الانقسام اللي هي النواة يبقى النواة هنا مسؤولة عن حاجتين تكوين البروتينات والحاجة التانية اللي هي انقسام الخلية عندي هنا الجزء اللي هو الأصفر ده كده بسميه اللي هو بسميه السيتوبلازم والسيتوبلازم ده بيكون عبارة عن سائل هلامي بتسبح فيه كل مكونات اللي هي الخلية الجزء اللي قدامي التانية اللي هو قدامي ده بسميه الميتوكنديريا بسميه الميتوكنديريا ودي عبارة عن مركز انطلاق الطاقة في الخلية الخلية هنا علشان تقدر تقوم بالوظائف اللي احنا هن عليها محتاجة طاقة الطاقة دي هجبها منين هجبها من داخل مين اللي هو الميتوكنديريا لان بيحصل داخل الميتوكنديريا حاجة اسمها التنفس اللي هو الخلوي التنفس الخلوي بيتم داخل الميتوكنديريا ليه علشان الخلية تقدر تحصل على طاقة علشان تقدر تهم بجميع الوظائف الحيوية من تقاصر من اللي هو النمو كل دي اسمها عملية ايه حيوية عملية التنفس اللي هو الخلية دي خلي بالنا اللي هي عبارة عن عملية مستخدم فيها اللي هو الاقصوجين علشان احصل على ايه على الطاقة من الطعام يعني الاكل اللي احنا بنكله ده المفروض احصل منه على ايه على طاقة فهنا طبعا هيحصل الكلام ده داخل مين داخل اللي هو الميتوكنديريا طبعا في حالة توفر مين اللي هو الاقصوجين اتفاقنا ان الغشاء بتاع الخلية بيسمح بي او بيتحكم فيه اللي هي العناصر من وإلى الخلية والكلام ده بيتم عن طريق مين النفذية الاختعارية نتيجة ان الغشاء ده بسميه غشاء اللي هو بلازمي الغشاء ده بيسمح ان لبعض اللي هي المواد بالمرور خلاله وفي نفس الوقت هنا بيمنع مواد تانية انها تطلع او تخش جوه الخلية الكلام ده حسب احتياجات اللي هي الخلية يا رب وكون فيهمنا تعالى مع بعض كده هنبدأ نحل مع بعض اسئلة على الدرس وبالتوفي لجميع رب العالمين تعالى نحل مع بعض تدربات سلاح التلميذ على الدرسين التاني والتالت موجودة معنا الصفحة 23 اول سؤال ضع علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتية رقم واحد يتكون النسيج من مجموعة من خلايا متشابهة طبعا صح اول ما اكتشف الخلية العالم روبرتوهوك صح ولا لا طبعا صح خلايا العظام من الخلايا المتخصصة في الحيوانات عشان بتقوم بوظيفة معينة برضك صح ينظم تركيب اجسام الكائنات الحية عديدة الخلايا في سلاسة مستويات هالكلام ده صح طبعا الكلام ده ايه الكلام ده غلط اخترى الاجابة الصحيحة يتم التحكم في جميع انشطة الخلية عنطرية طرى مين الميتوكنديريا ولا غشاء الخلية ولا النواة ولا القدار الخلوي طبعا عنطرية مين عنطرية النواة تزبح العضيات داخل الخلية فيين يا طرى غشاء الخلية ولا القدار الخلوي ولا الميتوكنديريا ولا سيتوبلازم طبعا داخل السيتوبلازم يتميز نعود فيها الخلية النباتية والحيوانية بخاصية النفاذية الاختيارية بكلمنا العالمين على خاصية النفاذية الاختيارية يعني الخلية هتتحكم في عناصر معينة دخل جوى الخلية وعناصر تانيائية تتحكم في خروجها مين اللي بيعمل الكلام ده؟ يطر السيتوبلازم ولا الميتوكونديريا ولا غشاء الخلية ولا النواة طبعا مين غشاء الخلية يتكون قدر الخلية من مادة ايه؟ الزهب ولا النيتروجين ولا السليلوز ولا الفسفور طبعا السليلوز أكمل مما بين القوسائين يعني هنا مديني كلمتين أخطر كلمة منه رقم واحد تعتبر نقطة من أمثلة الخلية الحيوانية يطر العضلات ولا الجزور الجزور دي موجودة في النبات يبقى دي خلاية نباتية ماليش علاقة بيها يبقى نختار مين العضلات من وظائف نقطة تكوين البروتينات في الخلية هيكون بروتينات الميتوكونديريا ولا النواة طبعا من ايه النواة؟ النواة الميتوكونديريا دي مراكز انطلاق الطاقة مسؤولة عن انطلاق ايه؟ الطاقة يتكون الجهاز من مجموعة من ايه التي تتكون من أنسجة مجموعة من ايه من اللي هي الأعضاء إنما الأنسجة تتكون مجموعة من ايه من الخلية تراكيب داخل الخلية لها وظيفة خاصة هي يا ترى العضيات ولا العضاء طبعا مين؟ هو بولي داخل مين؟ داخل الخلية جوه الخلية باسمها ايه؟ عضيات زي اللي هي الميتوكونديريا زي النواة زي سيتوب لازم كل ده اسمها ايه عضيات اكتب المصطلح العلمي رقم واحد عملية استخدام الخلية للإكسوجين للحصول على الطاقة الكيميائية من الطعام بسمية التنفس الخلوي التنفس الخلوي مراكز الطاقة في الخلية الميتوكونديريا الميتوكونديريا لاحظ الشكل المقابل ثم اجب طبعا ضع باره ميكروسكوب مركب يسمى هذا الجهاز بسميه ميكروسكوب الميكروسكوب او الميكروسكوب المركب او ميكروسكوب بس ايا كان اذكر يا ميت هذا الجهاز طبعا عن طريقه بقدر يشوف الحاجات اللي ماقدرش يشوفها بعنايا يعني هنا اقول له رؤية الاشياء الضقيقة جدا اللي هي صغيرة يعني التي لها ترى بالعين بالعين المجردة ماقدرش يشوفها بعنايا يوضع الشيء المردت كبيره وفحصه تحت العدسة انا عدسة الشيئية ولا العينية طبعا مين اللي هي الشيئية حتى بسميه ايه الشيء فالشيء هنا جاء ايه من كلمة ايه الشيئية انما العين طبعا هتكون اسمها عدسة ايه اللي هي العينية يبقى عند دي اسمها عدسة عينية وعند دي اسمها عدسة ايه اللي هي الشيئية الحاجة اللي بقى جاء حطها بقى حطها فين عند اللي هي تحت مين اللي هي العدسة ايه اللي هي الشيئية يا ربكم فهمنا ما تنسوناش من صالح دعواتكم كان معكم استرطار وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة وبالتوفير لجميع رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته